السلام عليكم ألا بكم آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين هنبدأها بالحكومة المصرية بتنشر حاجة لطيفة أوي اسمها كتاب شائعات عن الاقتصاد المصري الحكومة بتحاول ترد على الشائعات اللي بتقال عن الاقتصاد المصري الحكومة بتقول إن في ناس بتروج إشاعات طبعا طبعا هيكون في صدرتهم أو في مقدمة هؤلاء الحكومة أكيد هتتهمنا إن احنا هنا بنقول كلام وحش خالص عن الاقتصاد المصري الكتاب عنوانه إيه؟ عنوانه شائعات عن الاقتصاد المصري المفروض الحكومة تقول فيه إيه؟ تقول فيه حقائق تجيب الشائعة وترد لكن المفاجأة النهاردة إن احنا عاملين لكم فقرة بعنوان شائعات للرد على شائعات كتاب الحكومة اللي عنوانه شائعات عن الاقتصاد المصري معلش هي مش صعبة شوية الحكومة عاملة كتاب اسمه شائعات عن الاقتصاد المصري بس فيه شائعات فإحنا النهاردة جاين نرد على الشائعات اللي في كتاب شائعات عن الاقتصاد المصري هي حسبة صعبة شوية بس سنحاول مع بعض كده الحقيقة حساب على تويتر اسمه صحيح مصر لقط كم لقطة كده من الكتاب الغريب ده دققنا فيها وتأكدنا منها وبنعرضها لحضراتكم تعالوا تشوف مع بعض شائعات الحكومة في كتابها شائعات بشأن الاقتصاد المصري ايه الخطأ الاول اللي الحكومة قالته او الشائعة الاولى اللي الحكومة قالتها في الكتاب الحكومة المصرية بتقولك انه نسبة الدين المحلي للناتج الاجمالي بلغت 100% في عام 2016-2017 ونسبة الدين المحلي للناتج الاجمالي تراجعت الى 87% عام 2022 طيب وفق ارقام البنك المركزي لم يصل الدين العام المحلي اصلا الى نسبة 100% زي ما الحكومة بتقول في عام 2016-2017 ووفقا لتقديرات اقتصادية منها الخبيل الاقتصادي ممدوح الولي نسبة الدين العام للناتج الاجمالي في 2022 وصلت ل130% وهو رقم مقارب لرقم ديون سريلانكا اللي هو 140% فدي اول شائعة طيب الشائعة الثانية بشأن كتاب شائعات بشأن الاقتصاد المصري الحكومة بتقول يا جماعة الخير ان مؤسسات التصنيف الاقتماني اشادت باداء الاقتصاد المصري على سبيل المثال مؤسسة فيتش للتصنيف الاقتماني ابقت مصر على تصنيف بي بلاس تصنيف مؤسسة مودز استمر عند مستوى بي ايه الحقيقة؟ الحقيقة ان الحكومة بتجذب الحقيقة ان الحكومة بتحط شائعات في كتاب الشائعات في نوفمبر الماضي غيرت وكالة فيتش نظرتها من الاقتصاد المصري من مستقرة الى سلبية ومودز غيرت نظرتها ايضا الى سلبية في مايو وتصنيف مودز هو بي تو وليس بي زي ما كتاب الحكومة بيقول ايه كمان؟ الفتش بتقول ان وضع السيولة النقدية الاجنبية متدهور في مصر وتوقعت كمان ارتفاع عجز ميزان المدفوعات البالغ 13 مليار دولار من 6.3% ل7.3% قدرت كمان حجم الديون ب6 مليار العام الحالي 9 مليار العام المقبل باجمال 15 مليار دولار الكلام ده دون الودائع الخالجية نقف هنا شوية قبل ما نروح للخطأ الثالث لو سمحته يعني الحكومة هنا بتديلك ارقام اقتصادية غلط بتقولك انا عاملة كتاب للشائعات حتى فيه شائعات حتى ما كلفتش نفسها تروح على المواقع الرسمية بتاع الوكالات التصنيف الاقتماني وتشوف ايلين ايه؟ ما هي البيانات منشورة يا جماعة هي وكالة فتش للتصنيف الاقتماني جي ماهيش وكالة سرية مثلا بتنشر اخبار محدش يعرف عنها حاجة لا هو خبر بينشر على موقعها وكل وكالات الانباء العالمية بتنشر عنها وبتكتب التصنيف اللي قالت فيه ان احنا نظرتنا الاقتصاد المصري انه من مستقر لسلبي فجماعة عيب ما يصحش تعالوا نشوف خطأ ثالث للحكومة في هذا الكتاب الغريب بيتكلم ايه الخطأ الثالث على مشروع البتيلو نشوف الصورة مع بعضك الحكومة بتقول ان مشروع البتيلو نجح في تخفيض معدلات استيراد اللحم والالبان في مصر والمشروع ده بدأ عام 2017 طيب ايه الكلام الصحيح او ايه الرد على الشائعة او على الكاذبة الحكومية الجديدة وفق بيانات الثروة الحيوانية الصادرة عن جهاز التعبئة والاحصى انخفض عدد رؤوس الابقار في عام 2020 بنسبة 45.2% عن عام 2016 يعني بعد بداية المشروع بلغت نسبة انخفاض الجاموس في مصر 67.10% عن 2016 يعني بعد بداية المشروع كمان في نسبة انخفاض في الماعز بالنسبة 78.2% عن سنة 2016 لكن الماسترسين بتاع الفقرة دي ايه بقى هو السطر الجاي ان زادت فطورة استيراد اللحوم عام 2022 بنسبة 26.7% عن عام 2017 وده وفقا للتقرير الشهري الاخير البنك المركزي ونثبت الصورة هنا شوي انا كحكومة عايز اطمنك عايز اقول لك ان انا مسيطر على الوضع عايز اقول لك ان انا عندي رؤية اقتصادية عايز اقول لك ان انا بعمل انجازات وعايز اقول لك ان في كتاب شائعات بشأن الاقتصاد المصري انا بفند لك كل الكذب اللي بيقال عن الاقتصاد المصري فاقوم اعمل ايه اقوم احط لك كذبة بتقول ان انا عملت مشروع بتله في 2017 ونجح فيه تخفيض معدلات استيراد اللحوم في يوم البنك المركزي يطلع تقرير الشهر اللي فات نوفمبر 22 يقول لك يا كدبين يا افقين ياللي بتعملوا كتب للرد على الشائعات كلها شائعات فطورة استيراد اللحوم في 2022 زادت عن 2017 بنسبة 26.7% نروح ليه الخطأ الرابع في هذا الكتاب العجيب العاصمة الادارية الجديدة الحكومة بتقول ايه الحكومة بتقول لك ان العاصمة الادارية بيتم تمولها من خلال ارادات بيع الاراضي ما كلفتش خزينة الدولة ولا مليل ما حصلش اي حاجة يا جماعة ده احنا بنبيع الارض وبنصرف عليها لكن الحقيقة ان ده مش صحيح لان وزارة الاسكان وقعت اتفاقية مع بنوج صينية بقيمة 3 مليار دولار لمشاريع بالعاصمة الادارية الدين المستحق ده 3 مليار دول اصبح دين مستحق على الحكومة سواء على وزارة الاسكان او على هيئة المجتمعات العمرانية يعني المفروض الحكومة تدفع للصين الكلام ده طيب وزارة الاسكان حسب بيانات او حسب جريدة الشروق بدأت الانفاق على المشروعات لحين وصول القرد فاحنا هنبدأ نصرف من ميزانية الدولة من ميزانية وزارة الاسكان لحد ما القرد ده يجي لنا من الصين الاكتر من كده الحكومة المصرية ضمنت عام 2022 شركة سوبرجيت للحصول على تمويل لمشروع النقل للعاصمة هيئة المجتمعات العمرانية دي بقى معلومة مهمة جدا عشان تفنت كدب الحكومة هي هيئة اقتصادية مستقلة لكن ارباحها وخسائرها بيتم دمجها مع الموازنة العامة للدولة طيب الموازنة العامة بتتأثر ولا مش بتتأثر سلبا واجابا بهذه الهيئة طبعا بتتأثر بل الاكتر من كده بتتحمل الموازنة العامة للدولة اي خسائر لهيئة المجتمعات العمرانية فالخطأ الرابع بيثبت للمرة الرابعة ان الحكومة بتجذب الخطأ الخامس والاخير معانا فيه كتاب شائعات بشأن الاقتصاد المصري الصادر عن الحكومة المصرية انه الكتاب لم يفصح عن طرح حصص من الشركات المملوكة لهيئة قناة السويس لكن الحقيقة بتقول ان الهيئة هتطرح نسبة 15% من شركة القناة للبرصادة الفريق اسامة ربيع قال الكلام ده وهو رئيس هيئة قناة السويس انا الحقيقة باشكر الحساب صحيح مصر على توضيح حاجة زي كده وانه هو يعني نور اشارات كده من بعيد للصحفيين في مصر نخلي بالكوا الكتاب ده فيه اخطاء كتير جدا وزي ما قلتلكم تأكدنا من الكلام اللي نشره صحيح مصر وبالتالي الحكومة المصرية حابت تعمل كتاب للشائعات فوقعت في فخ نشر الشائعات والاخبار الكاذبة